عبدالله السعيد الصفقة الأبرز ما بين كل الصفقات تبقى لإسمه وتاريخه في تاريخ كرة القدم المصرية صفقة يعني كثير من جماهين نادي الزمالك مؤيدها طبعاً بطبيعة الحال كثير من المتابعين شايفينها صفقة كبيرة لنادي الزمالك بطبيعة الحال لأنه لعب رائع جداً بس في بعض الناس بيتكلموا دائماً وأبداً عن فكرة التقدم العمر بالنسبة لعبدالله السعيد تقول إيه في هذا الأمر كابتال أحمد؟ أقول إن الخبرات والشباب شيء مهم جداً في الكرة القدم المهم في الآخر بتجيب الحداشة اللعيب أو تلاتين اللعيب في القائمة أو في الملعب متوسط الأعمار ببعض ديه في الفريق والخبرات شيء مهم جداً وجزء الشباب ونهارضة إحنا الزغارين كمان كنا من واحد يسمع سنة خمسين داعي سنة وعاجة زوج نهارضة الحمد لله ما عرفش يعني سنة السابعين ما سهل سنة يا شباب وسنة ستين لكن عبدالله سعيب لعيب عطاء إيش بالسن بيعطاء في الملعب بتركيزه بخبراته بأداء الفني والمهاري بيعلاقسه باللعيبة وحب اللعيبة دفعت الجمهور لي كل دي الحاجات أعمل تنجح أي واحد ما يكون سن تسعة تلاتين وقادرت دي في الملعب والجمهور بيسندني وزمالي بتسندني وأنا بابتكر كل دي هتخلي المستوى الفني على جداً عبدالله شيء مهم جداً وإضافة لعجيال انت شايف محمد شحاته اتنين وعشر سنة وزياد كامير اتنين وعشر سنة محمد عاطف تلاتة وعشرين كل الأعمار السنية موظم الفريق كلها صغيرة كل ده محتاج الخبرات بتاعت شكبالة ومحمد عبدالشافي وعبدالله جمعة اللي عمل حاجة دفع معناوية كتير للفريق وللصفقات اللي جد طيب